اشتركوا في القناة المعلم في كفاءة التعليم الذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والصندوق العربي للانماء والاقتصاد وفي بداية اللقاء رحب سموه بالمشاركين في المؤتمر التربوي مؤكدا على أهمية الموضوعات التي يطرحها المؤتمر والتي تعنى بدور المعلم وتأهيله وزيادة قدرته على تقديم تعليم متطور للطلبة باعتبار أن المعلم هو ركيزة العملية التعليمية والتربوية مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة في هذا المجال بإنشاء كلية المعلمين والتي هي أحدى مبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب والتي تمكن من تخريج أفواج من المعلمين المؤهلين والمدربين وفق أحدث الوسائل والمعايير المتبع عالميا في هذا المجال معكدا سموه أن المعلم الكف هو القادر على أحداث التغيير المنشود في العملية التعليمية والتربوية من جانبهم شكر المشاركون في المؤتمر التربوي سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على استقباله وترحيبه مشيدين بما حققته البحرين من تطور ملحوظ في مختلف جوانب العملية التعليمية وفي كافة مراحلها خاصة ما يتعلق بإعداد وتاهيل المعلمين شاكرين ومقدرين دور مملكة البحرين في احتضان أعمال وفعاليات المؤتمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر